بعد أن نجى بما يشبه المعجزة، سمح مستشفى ياباني بمغادرة أصغر رضيع في العالم حيث ولد قبل ستة أشهر وبوزن 268 غراماً، أي ما يقارب كتلة من الزبدة وبفضل رعاية الطبية المكثفة التي حصل عليها في المستشفى استطاع الرضيع أن ينمو على نحو ملحوظ حتى أنه صار يزن أكثر من ثلاثة كيلوغرامات الآن وبات بوسعه أن يرضع الحليب من أمه وبشكل طبيعي ويقول الأطباء الذين أشرفوا على حالة أصغر رضيع في العالم إنهم يأملون أن يكون هذا النجاح بارقة أمل للأمهات التي ينجبنا قبل الوقت